أخبر جديدة بشأن العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح ومناشدة لكل السياسيين اليمنيين تحدث الناشط عزيز زيد عن استمرار العقوبات المفروضة على أحمد علي نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقال عزيز زيد في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة X السفير أحمد علي عبدالله صالح انصع لكل القرارات المحلية والدولية ولم يكن طرف بما حصل باليمن والسؤال لمجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي العميد طارق محمد عبدالله صالح اللواء عدروس الزبيدي والدكتور عبدالله العليمي ومحافظ مارب العرادة واللواء البحسني والشيخ عثمان مجلي والشيخ ابو زرعة وكل من بالشرعية رئيس الوزراء وزير الخارجية والشيخ سلطان سعيد البركاني وتابع بالقول الجميع هل بقاء العقوبات على سعادة السفير؟ أحمد علي هو نصر لخيبتكم وفشلكم؟ الحاصل إلى متى تظل هذه العقوبات على شخص لم يشارك بما حصل باليمن مختتما منشوره قائلا سوف نبدأ نسألكم لماذا لم تدافع حتى على فرد من أفراد اليمن كيف سوف تحمو وطن أتمنى أن تصل رسالتي لكل المعنيين من مواطن يمني بأمريكا فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها ترجمة نانسي قنقر